موسيقى شهدت مدينة حما ربيع أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان حركة استقطاب كبيرة للنازحين من المناطق المجاورة منذ انطلاق الثورة قبل نحو العامين المدينة التي كان عدد سكانها أكثر من 800 ألف شخص بحسب إحصائيات عام 2010 بات يسكنها أكثر من مليون شخص نزحوا من مختلف المدن السورية ما شكل عبءا إضافيا على الخدمات الأساسية في المدينة حما كغيرها من المدن السورية يعيش سكانها وضعا إنسانيا صعبا رغم الهدوء الحذر الذي يخيم عليها حيث شهدت في الفترة الماضية انقطاعا في المياه استمر لأسابيع بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والاتصالات هذا وتشهد أسواق المدينة حركة تجارية على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وذلك لعدم وجود بدائلة لسد الاحتياجات اليومية من مواد غذائية وغيرها من المستلزمات كحليب الأطفال المدينة التي يسيطر عليها النظام بشكل كامل يعيش سكانها والنازحون إليها بأجواء أمنية متوترة بسبب انتشار الحواجز الأمنية في مختلف الأحياء والتي يقدر أعدادها بـ 300 حاجز أمني ما يسبب اكتظاظا في حركة السير اليومية بالإضافة إلى انتشار دوريات الشبيحة وشن حملات الاعتقال والمدهمة من وقت إلى آخر حيث يعتبر فرع الأمن العسكري الأسوأ سيطا من بين الأفرع الأمنية المدينة لم تشهد الكثير من العمليات العسكرية الكبيرة حيث يعتبر تفجير حاجز المكننة الزراعية قبل أيام ثاني أكبر عملية بعد السيطرة على أكبر مركز تجمع للشبيحة في مدرسة يناصح العلواني بحي طريق حلب هذا وكان النظام قد قام بهدم أحياء كاملة انطلقت منها عمليات عسكرية للثوار كحي المشاع شمال المدينة